لما بيجي المالك بيعمل عملية تغيير في شكل البيت لهو غير مثلا الشبابيك غير الابواب عمل حاجات كانت بيضة صلحة التزامي أنا كمستأجر ناحية الموضوع ده إيه تمام النقطة هي فيه أشياء بتكون في البيت على المستأجر إن هو يعملها وفيه أشياء بتكون على المؤجر إن هو يعملها يعني الشبابيك مثلا بتاعة البيت قديمة جدا ولازم تتغير دي مش على المستأجر دي على المؤجر اللي أجر له البيت هو اللي لازم يعملها الأشياء الداخلية قوي اللي هي زي الأشياء العميقة اللي تحت اللي هي السباكة المعرفش إيه الأشياء دي بس مش الخارجية الداخلية برضو بتكون على المؤجر البيت بالزبط أما بقى الحاجات التانية يعني مثلا حنقول واحد عايز يبايد البيت بتاعه لا دا عليه هو اللي مثلا عايز يركب باركيه معين مثلا لازم يسأل صاحب البيت وبعد كده دا عليه هو يعني فيه أشياء هو اللي بيتحملها وفيه أشياء اللي بيتحملها هو المؤجر طيب يمكن نقطة تانية ونقطة برضو مهمة بالنسبة لنا موضوع التأمين القانوني يعني التأمين القانوني دا نقطة من النقاط المهمة جدا بنعمل التأمين القانوني ولكن لما باجي في عملية مشجرة بيني وبين صاحب البيت ما بلاقيش التأمين يغطي التكاليف الخاصة بالمشكلة القانونية دي هل المفروض ان انا بعمل التأمين القانوني وفي الوقت نفسه بخصص حاجة معينة او فيه شكل تأمين تاني ممكن انا اعمله يساعدني لو حصل مشكلة بيني وبين المالك اني انا استفيد منه من التأمين لاني ممكن تيجي حاجات انا مش هقدر ادفعها يعني طبعا اول حاجة النقطة دي مهمة جدا 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 موضوع التأمين القانوني القانوني للبيوت انا بقى بيواجهني كل يوم حالات كتيرة جدا ايه اللي بيحصل هو قاعد ضربة المياه في البيت نزلت المياه على جاره وتحت اه حصل اي حاجة في البيت انت عندك دلوقتي مشكلة فالشخص بيعمل يقولك عندك تأمين لا ده انا مش مأمن لو عامل تأمين محامي ولا عامل تأمين للبيت نعم فاللي بيحصل او شقته تسرقت ممكن البيت يتسرق اي حاجة تحصل ايه اللي بيحصل يجي بقى هنا كل حاجة بتبقى على حساب عايز يروح لمحامي بيجيله مثلا فاتورة عشرين انا عندي ناس جتلهم فواتير بعشرين الف يورو لان المياه نزلت على جاره وهو معندوش اه ده بيدفع خسائر المياه والتلف والتلف طبعا لو كانت الموبيليا بتاعت الجار يجي بقى هنا يدور لك على شركة تأمين لا خلاص لا ده شغال ولا ده شغال ان الحادثة حصلت قبل التأمين طبعا انا مش شغالة في التأمين ما عنديش خبرة كبيرة في العقود بتاعتهم ولكن التأمين ده شيء مهم جدا واذا بتقولي حضرتك التأمين ما دفع شيء اه انت لازم برضو تعرف انت رايح لأي شركة تأمين في شركة يعني ممكن واحد مأمن على البيت بيدفع عشر يورو واحد تاني بيدفع خمسين يورو واحد بيدفع تأمين محامي للتأمين عشر يورو واحد بيدفع خمسين يورو اكيد الحاجات الميزات اللي هنا مش زي اللي هنا فانت لما تروح لشركة تأمين اول حاجة روح لشركة موصوك فيها النقطة التانية اعرف بنود العقد اللي مكتوبة ايه في التأمين يعني خد معاك حد بيفهم الميني او خد العقد منهم واسأل محامي وقوله العقد ده كويس العقد ده مش كويس وهكذا ولكن وجود التأمين انا بقوله كل واحد بيسمعنا من فضلك اعمل تأمين للبيت وتأمين محامي لان ده شيء يعني مفيش الواحد يستغنى عنه يعني هو تأمين البيت ده شيء طبيعي مهم جدا والتأمين التاني التأمين القانوني اللي هو خاص طبعا الريخت شوتس طبعا البيت ما يقولش بقى حتى لو في قضية مرفوعة دلوقتي في المحكمة ممكن التأمين يتحمل التكلفة لان تكاليف المحامي بتكون كتيرة وتخاليف تصليح البيت برضو بتكون كتيرة